بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد من دروس الفيزياء نتناول فيه دراسة لجملة مهتزة ميكانيكيا وجملة أخرى مهتزة كهربائيا ونختار لجملة مهتزة ميكانيكيا الجملة كتلة نابر أو ما يسمى يعرفه بالنواس المرين ولذلك نقتل عليك متابعة هذه المشاهد من جملة كتلة نابر أفقية وكتلة نابر مهتزة شاقليا وتمثيل القوى عليها ولدراسة هذه الجملة نختار الجملة كتلة نابر حيث هذه الجملة موجودة أفقيا باعتبار أن قوى الاحتكاك المؤثرة على الجملة مهملة أي مقاومة الهواء على الكتلة المتحركة وكذا الاحتكاكات الموجودة بين هذه الكتلة والسطح التي تتحرك عليها باعتبار هذه المقاومات كلها مهملة وكتلة النابذ نهملها أمام كتلة الجسم المربوط به نستطيع أن نقول أن هذه الجملة إذا أزحت عن وضع توازنها وتركت لحالها تهتز مكونة جملة ميكانيكية حرة غير متخامدة ولذلك لدراسة هذه الجملة إما أن ندرسها بالطريقة الديناميكية أو ندرسها بالطريقة الطاقوية بهذه الاعتبارات نستطيع أن نقول أن الجملة في هذه الحالة جملة ميكانيكية مثالية ولدراستها طاقويا تلاحظ أن طاقة النابذ التي يختزنها أثناء اهتزاز الجملة هي طاقة كامنة مرونية أو بي أو والطاقة الجسم الموصول به هي طاقة حركية أو سي ونكتب أو سي للكتلة الموصولة بالنابذ تساوي نصف أم ذكري ومجموعهما يساوي ثابت لماذا؟ لأن طاقة الجملة محفوظة لعدم وجود قوى احتكاك أو حتى قوى مقاومة الهواء لهذه الجملة فنستطيع إذن كتابة 1 دمي دو mv كاري плюс 1 دمي دو kx كاري إقال كونسطان باشتقاق الطرفين بالنسبة للزمان نجد dU على dt مشتقة الطاقة الكلية للجملة تساوي kx2t dx على dt زائد mv2t dv على dt يساوي الصفر وهي مشتقة دالة ثابتة الطاقة الكلية ثابتة جملة محفوظة الطاقة إذن kx2t فوا v2t هي dx على dt زائد mv2t d مربع x على dt مربع يساوي الصفر باختزال عبارة السرعة من هذه المعادلة لأنها تختلف عن الصفر لأن الجملة متحركة وقسمة الكل على كتلة الجملة الموصولة بالنابذ أم نجد d مربع x على dt مربع زائد كعلى mx2t يساوي الصفر وهذه المعادلة تفاضلية من الرتبة الثانية بالنسبة لx ومتجانسة حلها jb يشبه جملة مدروسة سابقا من الشكل x2t تساوي grand x فوا cos omega 0t بلس phi حيث x هي سعة الحركة omega 0 نبض الحركة ووحدته راديان على سجوند وفي هي الصفحة الابتدائية مع omega 0 يساوي جذر كعلى m إذن دور الحركة عبارة الدور الذاتي لحركة t0 للحركة حيث omega 0 يساوي جذر كعلى m إذن t0 يساوي 2π على omega 0 ومنه نكتب grand t0 الدور الذاتي لحركة هذه الجملة المثالية العديمة الاحتكاك المصانة الطاقة t0 يساوي 2π جذر m على k ولإجراء دراسة تجريبية لهذه الجملة وتأثيرات m و k وكذا سعة الحركة وكذا الاحتكاكات الموجودة للجملة تابع معي هذا النشط في هذه المحاكات تابع تأثير تغير سعة النواس المرين أو الجملة كتلة نابض وبيانها الممثل بx بدلالة t وكذا خاصة تغيرات طاقة الجملة الطاقة الكلية e total e p e للنابض و e c للكتلة راقب تأثير تغير السعة من أجل سعة تساوي 5 سنتيماتر لاحظ هذا البيان وقياس البعد بين قمتين في محور الزمن يعطيك الدور ومن أجل سعة تساوي 12.5 سنتيماتر راقب هذا البيان الثاني نعيد التجربة من أجل سعة أخرى مثال 20 سنتيماتر وراقب البيان تلاحظ بوضوح من هذا التمثيلات البيانية أن دور الحركة لا يتعلق بسعتها الآن من أجل كتلة تساوي 250 غرام لاحظ تأثير الكتلة على دور الاهتزازات خاصة في هذا البيان راقب هذا البيان ومن أجل كتلة أكبر مثال 599 غرام راقب أن الدور قد زاد ومن أجل كتلة أكبر مثال 1 كيلوغرام راقب البيان وباعتبار الجملة مثالية طاقة الجملة الكلية محفوظة لكن راقب بوضوح أن الدور كلما زادت الكتلة يزداد الدور وهذا يوافق تماما ما درسناه طاقويا أو يمكن دراسته ديناميكيا من أجل الآن كتلة تساوي 1 كيلوغرام ومن أجل ثابت قساوة للنابذ كا تساوي 5 نيوتون على المتر لاحظ هذا البيان المحصل عليه نغير من قيمة ثابت القساوة ونختار ثابت قساوة أكبر أي نابذ أقصى من النابذ الأول وراحظ هذا البيان ومن تأثير ثابت قساوة النابذ نختار نابذ أقصى حيث كا تساوي 10 نيوتون على المتر وعلى نفس البيانات لاحظ البيان الثالث تلاحظ أن كلما زاد قيمة ثابت قساوة النابذ كلما نقص الدور وهذا يوافق تماما بإجراء قياسات وتمثيل بيانات أن ت تساوي 2P جذر M على K لاحظ الآن من أجل سعار تساوي 20 سنتيماتر ومن أجل كتلة موصولة بالنابذ لهذه الجملة كتلة نابذ تساوي 1 كيلوغرام ونابذ ثابت قساوته 10 نيوتون على المدر في وسط بحيث الاحتكاكات هذه الكتلة مع السطح مهملة وكذا مقاومة الهواء مهملة لاحظ أن الجملة الآن في الحالة المثالية راقب هذا الدور وراقب كذلك انحفاظ الطاقة الكلية لجملة كتلة نابذ إذا أخذنا ووضعنا هذه الجملة في وسط بحيث تكون الاحتكاكات معتبرة أي غير مهملة نختار مثال من أجل مو تساوي 2 كيلوغرام على الثانية راقب هذا البيان وهذا البيان لنظام ليس كما كان عندما كان مو تساوي السفر حيث كان النظام دوري هذا نظام شبه دوري ويتميز بشبه الدور ومن أجل مو له قيمة كبيرة لاحظ البيان ولاحظ كيف تنخفض الطاقة الكلية لجملة بفعل الاحتكاكات الخارجية المؤثرة عليها هذا النظام ندعوه نظام حرج ولا يتميز بدور ولا بشبه الدور نقتالح عليك جملة مهتزة أخرى وهي جملة مهتزة كهربائيا ولدراسة هذه الجملة نختار بعض الأجهزة منها المبينة في الشكل راسم اهتزاز مهبطي مول التوتر ثابت بادلة وشعة علبة مكثفات علبة مقاومات ولدراسة هذه الجملة الحرة ثم نبين بعد ذلك لماذا سميت هذه اهتزازات اهتزازات حرة نشكل الدارة الموضحة في الشكل حيث البادلة في الوضعية صفر عندما نصل البادلة بالوضعية واحد تشحن المكثفة في الدارة الموصولة بالمولد والمقاومة الحامية لهذه الدارة واذا وضعنا البادلة في الوضع الثنين نعزل المولد عن هذه الدارة فتكون المكثفة عند ايدين موصولة بناقل اومي اردو ووشعة ذاتيتها ال ومقاومتها الداخلية التي نرمز لها في هذا الشكل ببتتا اذا وضعنا البادلة في الوضعية اثنين معناه اننا عزلنا الدارة عن المولد فاصبحت الاهتزازات حرة اهتزازات كهربائية حرة لانها معزولة عن المولد ونكتبه في الدارة الثانية عند ايدين او سي توطر بين طرفي المكثفة زايد او ال توطر بين طرفي الوشعة زايد او ار التوطر بين طرفي الناقل اومي ار يساوي صفر ونكتب كو على سي وهو التوطر بين طرفي المكثفة زايد ار اي زايد ال دي سور دي وهذا المجموع يمثل التوطر بين طرفي الوشعة زايد ار جرانتار صفر اي وهو التوطر بين طرفي الناقل الامي وكما تعلم ان اي تساوي دي كو على دي تي وراحظ الدارة المبينة بالشكل الموصول ب راسم اهتزاز مهبطي اذا كانت المقاومة لهذه الدارة الكلية مهمة لا تشاهد هذا البيان الواضح على راسم الاهتزاز المبين بالشكل نكتب في الحالة العامة اذا كانت فيه مقاومة للنقل الامي الموصول بالدارة نكتب كو على س زايد ار دي كو على دي تي الذي يساوي اي زايد ال دي اي نحول الى دي مربع كو على دي مربع زايد ار سفر دي كو على دي تي تساوي السفر وبتعديل لهذه المعادلة نكتب ال دي مربع كو على دي تي مربع زايد ار سفر زايد ار دي كو على دي تي زايد كو على س يساوي السفر اذا وضعنا ار سفر وهي مقاومة النقل الامي الموصول بالدارة زايد المقاومة الصغيرة للوشعة تساوي جراند المقاومة الكلية للدارة نكتب اذا ال دي مربع كو على دي مربع زايد ار دي كو على دي تي زايد كو على س يساوي السفر وهذه المعادلة تفاضلية من الضارة التثانية تميز الاهتزازات الكهربائية الحرة المتخامدة في الضارة ال ال س ومماثلة مع الجملة المضروسة سابقا الجملة كتلة نابض حيث اهمنا فيه الاحتكاكات ومقاومات الموجودة في الجملة واعتبرنا الجملة عند ايدين جملة مثالية اذا اهمنا الان مقاومة الناق الامي والمقاومات الكلية الموجودة في الضارة نستطيع ان نكتب ان يساوي السفر تكتب عند ايدين المعادلة التفاضلية التي كاتبناها في هذه الضارة الكهربائية ال دي مربع كو على دي تي مربع زيد كعلسي يساوي السفر وهذه الضارة نسميه جملة نسميها جملة مثالية لماذا لان مقاومة الجملة كلها مهملة ويقع عند ايدين تفريغ الشحن الموجود في المكثفة في الوشيعة ويكون تبادل بينهما في التفريغ ويكون عند ايدين اهتزاز للجملة كهربائيا ومماثلة لهذه الكتابة مع الكتابة التي وجدناها في دراستنا لجملة المثالية كتل نابض حيث كانت المعادلة المكتوبة سابقا دي مربع ايكس على دي تي مربع زيد كعل ام في اكس دو تي يساوي صيفر لاحظ ان هذه المعادلة الان كهربائيا تكتب دي مربع كو على دي تي مربع زيد واحد على ال سي في كو دو تي يساوي صيفر ملاحظات هامة جدا في الجملة كتلة نابض كان اهتزاز تغيير موضع اكس دو تي وفي الجملة ال وسي المثالية كانت اهتزازات تفريغ شوحا كي دو تي وفي الجملة كتلة نابض المثالية كان تبادل طاقة لحظي ما بين النابض والكتلة الموصولة وفي جملة الكهربائية المثالية ال سي كان تبادل طاقة لحظي بين المكثفة والوشعة في هذه الحالة المثالية لهذه الضارة حيث يقع التفريغ وتبادل شحن ما بين الوشعة والمكثفة تكون معادلة الاهتزازات الحرة بدون مولد يعني الكهربائية في الضارة المثالية من الشكل كو دو تي يساوي Q fois cos omega 0 t plus phi حيث omega 0 يساوي 1 جدر 1 على lc ودور ودور الاهتزازات إذن t ground t 0 الدور الذات لهذه الاهتزازات تساوي 2p على omega 0 ونكتب ground t 0 يساوي 2p جذر l و c ولدراسة هذه الجملة r l c في كل حالاتها وتأثيرات l و c وكذا مقاومة الدار نقترح عليك هذا النشاط نقترح عليك ملاحظة تأثير مقاومة الدار وذاتية الوشعة وكذا سعة المكثفة لجملة كهربائية حرة بحيث أن الجملة تكون غير موصولة بمولد تابع هذا النشاط حيث أن المكثفة مسبقا كانت مشحونة وعند غلق الدار تفرغ شحنة هذه المكثفة في الوشعة وكذا في الناقل الأومي من أجل نظام بحيث أن الجملة تكون مقاومتها مهملة أي في حالة الضارة المثالية ال س راقب تغييرات يسيب دلال ت وكذا طاقة الجملة خاصة لاحظ من أجل قيمة لال تساوي ثنين هونري وسي ميكروفرات تساوي ثنين لاحظ هذا التفريغ لشحنة المكثفة في الدارة ومن أجل قيمة لال تكون أكبر لاحظ هذا التفريغ تلاحظ أن هذه البيانات قد ازدادت سعة أي أن الضور لهذه الجملة قد زاد ومن أجل لال تساوي قيمة أربعة هونري لاحظ هذا التفريغ في الجملة الحرة المثالية لاحظت أن كلما زاد لال كلما زاد الضور ومن أجل قيمة لهذه الضارة حيث لال يساوي أربعة ونحن دوما في الحالة المثالية حيث الاحتكاكات تكون معدومة ومن أجل سي تساوي اثنين ميكرو فارد راقب هذا البيان ومن أجل سي تساوي اثنين فاصل ثلاثة وثلاثة وثلاثة ميكرو فارد أي سعة أكبر لاحظ هذا البيان بمشاهدتك لهذا البيان تلاحظ أن الضور قد زاد ومن أجل قيمة أكبر لسي تساوي أربعة ميكرو فارد تابع كذلك هذا البيان المحصل عليه تلاحظ فعليا أنه كلما زاد الذاتية الوشعة وكلما زاد سعة المكثفة كلما زاد الدور أي أن هذه الدراسة توافق تماما ما وجدناه طاقويا وما وجدناه بجمع التوترات بحيث أن تي يساوي اثنين بجد الأل في سي راقب الآن في هذه الحالة حيث أل يساوي أربعة هنري والسي تساوي أربعة ميكرو فارد وفي نظام في الحالة المثالية راقب هذا الدور ومن أجل أل تساوي مثال واحد فاصل خمسة وعشرين راقب هذا البيان المحصل عليه هذا نظام شبه دوري يتميز بشبه الدور التي ومن أجل قيمة لآر تكون كبيرة راقب هذا البيان المحصل عليه ندعو هذا النظام بحيث أنه لا يوجد دور لهذا التفريغ ندعو هذا النظام النظام الحرج لهذا الدارة عندما تفرغ المكثفة في الدارة ووجود مقاومة قيمتها 2.38 كيلو أوم وذاتية الوشعة التساوي 4 هنري بدراستنا لجملة الميكانيكية المهتزة كتلة نابض ومتابعتنا لكل المتغيرات المتعلقة بها في النشاط الأول ودراستنا لجملة الكهربائية المهتزة الحرة أي بدون مولد تماثل تمام الجملة الأولى عندما أزحناها عن وضع توازنها وتركناها لحالها فأصبحت حرة وتتبعنا مع بعض النشاط المتعلق بدراست هذه الدارة نكون بذلك قد توصلنا إلى الإنمام ببعض الجوانب الجمل مهتزة كهربائيا وجمل مهتزة ميكانيكيا آملين أن نكون قد أفدناكم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة